موسيقى الفنانة رجوات منصور هي بطلت حلقتنا النهاردة زخر منها الجميع فأصبحت ملكة جمال المدينة المنورة هنعرف النهاردة ايه تفاصيل حياتها الغريبة وسبب اعتزالها كمان وسبب وفاتها الغريب هنعرف تفاصيل كثيرة عن رجوات منصور رجوات منصور علمتنا ان قصة ان احنا نحكم على اي حد بشكله لكن الحكمة في ان الفنانة رجوات منصور قالت ان لازم نحكم على الشخص بطبعه مش بشكله لان ممكن يكون اللي مش عجبنا شكله ده ممكن يكون عند ربنا اجمل من اي انسان تاني بنشوفه وبيعجبنا شكله رجوات منصور هي من محافظة اسوان ومن اسرة غنية وجميع اخواتها اتجوزوا الاربع اربع بنات مع دهية وده لعدم جملها ورجوات تركت اسوان وذهبت للقاهرة واشتغلت في عدة اماكن ولعبت الصدفة دور كبير جدا في حياة رجوات منصور بعد ما شافها شخص بيشتغل في السليمة المصرية وطلب منها ان هو تشتغل معايا في فيلم ليلة الدخلة علشان كان مطلوب بنتين وحشين وعرض عليها وبالفعل وفقت رجواته بالدور ومثلت الفيلم وقامت بالدور على اكمل وجه دور توتو في فيلم ليلة الدخلة وسكنة رجوات منصور في عمارة كان جرها واحد شيخ وعيش مع والدته واخواته التمانية وامه العجوزة وكانت رجوات بتحب تساعد امه في تربية الولاد والشيخ ده كان متجوز من امرأة ارمالة وعندها كمان اربع ولاد ايتام كانت بتساعدهم في تربيتهم وكمان والدته والدت الشيخ وعجبت برجواته بقلبها الطيب فعرضت عليها ان هي تتجوز ابنها الشيخ وكمان وفقت رجوات ووافق الشيخ وتجوزه فعلا وبعد فترة مات زوجة الشيخ ام الاطفال الاربع وتركت الاربع ايتام في رقبتها وكمان بعدها بفترة توافى الشيخ وتوافت والدت واصبحت رجوات مسؤولة عن تربية اتناشر يتيم واشتغلت في البيوت وفي المحلات علشان تربيهم وكبروا العيال وتعلموا وتخرجوا وبقوا دكاترة ومهندسين كمان واصبحوا كلهم في وظايف مرموكة وكرر كل واحد منهم في الاثناشر ان ياخدها تعيش معاه لمدة شهر ومسؤول عنها تماما طعامها وشربها وكل حاجة عنها ومكافأة لها قرر واحد منهم ان ياخدها وهو دكتور وقرر انه يخليها تحج وكانت بتتمنى رجوات من زمان انها تزور بيت الله الحرام وتحج وهي في المدينة المنورة واثناء الحج تاهت رجوات منهم وقعدوا يدوروا عليها لحد ما لقوها سجدة في الحرم النبوي وماتت ودفنت هناك في المدينة المنورة بعد رحلة كفاح طويلة في تربية اتناشر يتيم وعلشان كده قصة رجوات منصور بتعلمنا فعلا اللي رجوات قالته وقالت ان عدم الحجم على الشخص بشكله لكن نحكم عليه بطبعه وان ممكن الشخص الوحش ده اللي مش عاجبنا يكون عند ربنا اجمل انسان وبالنسبة للناس كتير جدا شكلها بيبقى حلو لكن ما بيبقوش كويسين وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة ونرجو تكتبلونا في التعليقات ان فعلا وجهة نظر رجوات دي صح ولا غلط وكمان نرجو من حضراتكم لايك للفيديو واشتراك في القناة وانتفعل الجرس على الكل ليسلكوا كل جديد وحصري من القناة شكرا لكم اشتركوا في القناة